في الوقت الذي تتواصل فيه اجتماعات جدة بين الحكومة اليمنية الشرعية ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجري محادثات مع جماعة أنصار الله الحوديين بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن تركيزنا ينصب على إنهاء الحرب في اليمن نحن نعمل مع مارتن جريفث ونحن على تواصل دائم مع شركائنا السعوديين كما أننا نجري محادثات مع الحوثيين في محاولة لإيجاد حل مقبول للصراع هنا الأزمة اليمنية التي ما زالت مستعيرة منذ العام 2014 بدأت خلال الأشهر الماضية تدخل من عطفات جديدة وخطيرة تمثلت بارتفاع وطيرة القصف الحوثي للأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية واستكملت بالاشتباكات العنيفة في جنوب البلاد بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية لحكومة عبدرب منصور هادي في عدن قبل انتقالها إلى محافظات جنوبية أخرى التطورات الميدانية والسياسية ساهمت في إطفاء مزيد من التعقيد على المشهد اليمني وعلى احتمالات التوصل إلى حلول سواء كانت عسكرية أم سياسية في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث ويخوض حربا داخلية حصدت حتى الآن بحسب تقديرات الأمم المتحدة أكثر من مائة ألف قتيل اجتماعات جدة بين الانتقال وحكومة هادي تأتي وسط تزايد الحديث عن اختلاف في المقاربات بين أبوظبي والرياض بشأن اليمن وتهدفوا بحسب الخبراء إلى تبديد التباينات بين الحليفين الخليجيين وقد تزامنت هذه الاجتماعات مع مسيرات حاشدة في عدن وسقطرة دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي دعما للإمارات والتحالف العربي أيضا وتنديدا بحزب الإصلاح المتحالف مع حكومة هادي أما إعلان واشنطن إجراء محادثات مع الحوثيين فيؤمل منه أن ينجح في تحريك المياه الراكدة في اليمن حوله وتحقيق تقدم على مسار السلام بين أطراف الأزمة